موسيقى عسلم ومرحبا بيكم في عدد جديد من كلمتي حرة كلمتي حرة فضى مفتوح للشباب للحديث عن عديد المواضيع المتنوعة والمختلفة كيف نقوله الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال فرديا كانت أم جماعيا من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أو اقتصاديا أو دينيا أو حتى سياسيا لكن الهجرة اللي بش نحكي عليها اليوم هي الهجرة السرية الهجرة الغير قانونية الحرقة يعني بمفهومنا أحنا اليوم بش نحكي عن عالمية هذه الظاهرة وعن أسبابها الحقيقية بش نتحدثوا كذلك عن الفئة الأكثر ميول للهجرة السرية كذلك من هو المسؤول عن هذه الظاهرة وما هي الحلول نشوفوا مع بعضنا الفقرة المصورة عن الهجرة الغير شرعية هل هي عالمية أم إقليمية ثم رجعين تعتبر الهجرة السرية أو الغير قانونية من الظاهر العالمية التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي الدولي ولم تقتصر هذه الظاهرة على قرى واحدة وإلى حدود اليوم لم تتمكن أي منظمة أو جهة من تحديد حجم الهجرة السرية نظراً للطبيعة الظاهرة والتي تتوزح حسب أصناف متعددة ومنها الشخص الذي دخل بلداً بطريقة غير قانونية ولو يسوي وضعيته القانونية وكذلك الشخص الذي دخل بلداً بطريقة قانونية ثم يمكث هناك بعد انقذاء مهلة الإقامة القانونية وهذا ما يفسر تضارب التقديرات حول عدد المهاجرين الغير شرعي وقد قدرت منظمة العمل الدولية حجم الهجرة الغير شرعية بنسبة تراوح بين 10 و 15% من عدد المهاجرين في العالم وحسب التقديرات الأممية للأمم المتحدة يبلغ حجم الهجرة السرية 1780 مليون مهاجر إذن كما شفتوا الهجرة السرية هي ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو حتى في الدول النامية بأسيا كدول الخليج الظاهرة هذه العالمية يعني ما تخصش كن تونس حاضر معايا مجموعة من الضيوف مش نشوفه مع موراد ضويوي طالب مرحبا بيك موراد حاضر معنا شنو رأيك في هالظاهرة هذه هالظاهرة العالمية السلام عليكم ونشكر قائد توطني اثنين على برنامج الشابيبي فكروا أن الحرية جاءتنا من الثورة الشابيبي ومتشاكرين للفريق معادل بصفة عامة معناها الهجرة شوفها بلغتنا التونسية حارقة السبب بتيحها واضع لخم والفقر والوضع الاجتماعي ووضع اقتصادي كيفاش العجز منه الشيب منه حق أحلام لحنا أحلامه الكل موراد خلنا نحكيه على الظاهرة العالمية يعني هذه الظاهرة كيفاش موجودة في العالم الكل الظاهرة موجودة في العالم في العالم موجودة بين شنية بين الهجرة من الدول الفقيرة للدول الغنية في أمريكا مثلا بالمكسيك وامريكا في الدخول الاتحاد الأوروبي أوروبا الشرقية اللي من المجتمعية اللونية أوروبيانة السبب عشرين دولة ومعنى هذه هي سببها فقر سببها الظروف سببها أحلام شباب يحب يحقق أحلامه حب يوفرها ما يختلف الشاب مكسيك على شاب تونس في حد شيء كلها تحب تحلم عندها حليم عندها طموحات ويحبوا حقه دونك يطحوا في إنهم يمشيون للسهل فهمتها وليون إنه وحد يبدل في بلاده يلقى حل كيفيش ويغير في بلاده يكون فاعل لكي شواء معلك سواء بنشاط سياسي ولا حتى نشاط جمعياتي ولي دونك يلقى الحل الفردي إنه هو يمشي يحرق يبدل يمشي يخدم يخص بالدولار يخص باللورو أوركوات ذي ليس حل جملة وحد يخلق أخته والحل الجذي وحتى العبادية تخرج لبرة نجم تحسن وضعيتها ترجع تحسس العبادية بالعجز شكرا لك مراد ضويوي نشوفه مع حليمة نحكي وشوية حليمة ساعم مرحبا بيك حليمة يحيى طالبة كذلك نحكي وشوية على هذه الظاهرة هذه الظاهرة العالمية كيفاش تفشيت كيفاش ظهرت وكيفاش ولد ظاهرة يعني نعيشوا فيها نعيشوا فيها حتى من مكسيك للامريكا يعني مش إحنا بركة قادم مش الليجون متعنا بركة قادم يحرقوا يعني 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 يحرقوا عندهم مش هكاكة مش ملقوا ما يعملوا مش هوا بيش يحرقوا يعني يعني فما حاجات متوفرة لهم مش هوني في بلادنا حسب رأيك فما فجوة ثقافية فما يكيد فما يعني اللي ملقوش هوني هم مش بيال ممكن يمشي وغاديك بيش يلقاوا طنقوا العكس مش يلقاوا حد شيء إذن أنا حسب رأي يعني فما فجوة ثقافية فجوة اجتماعية يعني بين الشمال والجنوب كما قلت انتو ما بين المكسيك مثلا والولايات المتحدة الأمريكية حتى في آسيا أي في العالم الكل فما مش كان يعني حتى في أوروبا كذلك أي حتى في أوروبا ومش كان خاترنا يعني دول نامية تحب تمشي العالم المتقدم حتى هما غدي كاماني عندهم حرق دونك عندهم معلش ولا مش هكيك نمشو معك سماح سماح مرحبا بيك سام شكرا نشكر كمرة أخرى على الاستضافة القايمة هذية حبيت نبدأ نحكي عن النقطة هي ممتعة العملية هذو ممتعة الحرقة أول شي معناتها أنا رأيها معناتها كون شباب يدخل على بلاد ويمشي معناتها يعمل عمليات متاع الحرقة معناتها دي زاك إليسيتهم عمليات مش مقبولة كونه يدخل على بلاد ويمشي وميخ ممكن في روحه كما كانت تذكر فيهم الزميلة حاليما حاجة ميش مقبولة جملة معناتها بالنسبة نحن أكيد هي ذهرة موجودة في العالم الكل كما كانوا يذكر أسبابها سماح كما قلنا الفجوة ثقافية الاجتماعية يؤدي هذا الكل للهجرة للبحث عن الحلول للهجرة السرية للهجرة الغير الشرعية حقيقة معناتها نرجع ونقول الوضع الاقتصادي هو السبب الذي يخلي الشباب ينتمي للظهر هذا الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والجانب معناتها لن تحمل الظنب على السياسيين خطر السياسيين عندهم دور يقالوا معناتها على أساس يدعموا الشباب لذلك ماذا بيه زيدا يتين لحب خميس معناتها يكملوا يتلفتون الشباب يتلفتون للشباب اللي قاعدين بالحق ماشين في الثنية هذه اللي ما نعتبروها معناتها غير ماش مقبولة جملة شكرا ليك سماح من عرش كان حسام الدين بالرحومة حاضر معنا زيدا عندك ما تقول في الموضوع هذا سلامه ومرحبا بكم بالنسبة الموضوع للحرقة نشوف كوني أكبر يدفع للشباب بالحرقة هي الدولة خاطر نشوف نحن اللي عايشين فيه حاليا الدولة قاعدة ماتلف الشباب كل يوم نسمعو فام مئة ألف موطن شغل خمسين ألف موطن شغل ديما فام مواطن شغل يحكيو عليهم ما هوش موجودين سورتي ران من يدفع للشباب كونه بشحرق يلوج على موطن شغل اللي هو يلوج على المصلحة الخاصة فما حتى الطلبة وتلمذى حرقه مش كان معناها اللي يبحث عن شغل ديما نرجع عليش حرقه اسباب تلقائها اقتصاديا وإلا اقتصاديا يامعنا الفقر وإلا هو هرب من المجتمع اللي هو يعيش فيه خاطر المجتمع تلقائه اللي هو يعيش فيه رفضينه لكن حسام الدين الحرقة مش رخيصة راهو بالنسبة لطالب ولا تلميذ رهيش مش رخيصة عما بشي خسر فيها بشي طعب عليها بشيوصل لبشيك تيف اللي هو بشيحرق خاطر هو دي جايز معانتا سيئ في مخه يلزموا يحرق بشي هل يشتوصل حرقة هيا ثمان متاحة لاثملايا تقريبا توصل ثلاثة زوز ونص توصل ما أكثر توصل معانتا فما بليش فما قولت انتي معنيني غالية شكول معانا يحكي مع حد يقول له نجيب لك خمسة عبيض منطق عم بليش مشكلة عمورة ما كانت تجارة ولا تجارة ما رشك حكيت الفجوة الثقافية عندي عمو تصغير حكيت الفجوة الثقافية الثقافة هي ما يتحكم فيها ما يدولة وسياستها وزار التعليم العالي وزار التربية وزار الثقافة عنا وزار وزار الثقافة اللي حط لبرامج تعليم بعد نحكي على هذا الموضوع موراد تفضل انتي معانا سليم هكا سليم قدراوي مرحبا بيك وكان عندك مظيف الموضوع ذا في هذه موضوع الظاهرة العالمية بنسبة الموضوع ذا مادام سعيح منتشرف للدول العالمي كل مي أكثر نسبة دي ما تلقى في الدول الافريقية الدول العربية معرش نحط لو كان الدول الأخ موراد وكان يحكي لنا قبيلة كما أوكرانيا كما المكسيك منعرش أنا كوميم حتى الوضع مطيعم كوميم أحصل من الوضع كما في الدول الأفريقية وأحصل من الوضع في الدول العربية ببارش كما أنا قاعد الراف دول الأفريقية كما بنغلاديش كما بنعرش سودان كما بنعرش نوة أناحي تونس أبر تونس أبر مصر وأبر كذلك يعني لا همشين أكثر هم عنده بيت يحب يوصل لها أما عايش في مستوى صفاء مرتاح الحال مش كما لها تونس ومكسيك أو أكرانيا حتى لو كان تعملوا برسنتاج بينهم نحنا هم ففوريالينا في برشة حاجات الهنال نعيش في مأساة يعني برشة أسباب يخلينا نخرج لنعيش 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 كذلك توسكي لا أعرف أنك في مأساة مثلا لنعيش ومثلا يحب يوضح ورواح إلى تونس ورواح إلى تونس نرى أن نقاه رهبط في ديوزون لم يعمل برشة حاجات وإن قاعد سنقان وليسيزون في تونس نحب نسعب ونصل نعمل بيت في حياتي ما نجم موصل نقا ونزير ومشيت للفرقير ويوصل ويوصل في ديوزون ويعمل ورواكات يرجع ورواح وصفة ويجعل برشعبات حتى ويجعل 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 في تونس خامم أنه يخدم وما يلقى وقاعد يستنى نظن تعرف بلسك في 2011 في مقراب 28 ألف متخرج من الجامعات ووصل لعشرة سنين هم ببتالة حتى واحد يخدم فيها ماذا يفعل خدم المرمى خدم معرش الحديد خدم ووصل في حياتي ومعرش ماذا تستطيع تقول فيها لا سامحني نرى نحب نسعى في بلدي قريب كما قرأت نستنى لنخدم على روحي لم أقل كفاءات لم أقل كون يدزل كما قل نقص دزع من الأخ فهما واحد يلقى العز في بلده ويلوج معرش نعط وشقه في بلد الناس لا أظن واحد يلقى العز بشي تعب فيها وتمرمد فيها يقول لك منعرش نحمل لذل في بلد الناس وتمرمد وما مجيش تحت الساقين خيرا ما نحمل لذل في بلدي وانا قاعد وغادي نصل حاجة هنا ما نصل برج عبيدة خمم حكاية حتى المثقف الثقافة اللي قرأت طول حياتي الكل معشي إصييات في مخ وفرماتيات فسخص مو يقول لك أنا عاد معرش أنا نصل نقرأ وما عنديش ماء وممتون وما عنديش أكتف خاطر فهم برش حاجات والتنشي بالأكتف ماذا إذ هولي مبارات واهية حسام الدين سليم 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 إذ هولي مبارات كل واحد سبب مادام صحيح أسباب ماش تنجم تخدم في بلادك تنجم تخدم في بلادك سامحني فما شكون قام شكرا لك سليم للمشي لحبيب كربول مرحبا بك حبيب شكرا عيشك حبيب حبينا نسلوك على الناحية القانونية احنا للظاهرة هذه ساعة حبيت عليك الظاهرة هي عالمية هي ساعة في تبسيط الأمر العالم الثالث والعالم المتقدم يعني المشهد واضح كما انت تهبط لأفريقي كما ذكروا السيدة شمال أفريقي حلم له اللي عيشوا في الأفريق في سفة عامة ناخذوا كما قال السودان أثيوب السومال ونحن زادا لنا عن نقام كبيرة يعني عندها حلم اللي هو للمجتمع الغربي لأوروبا ولا لأستراليا يعني هذا بسفة عامة حاجة أخرى زادا في الظاهرة هذه هي تتجزئ بالمنطقة ظاهرة عامة